سعيدة اليوم التشانيل قاطق الالف مشترك وده اتشكركم كتير عا هيدا الشيء كل انسان دعمني وكل انسان عمل لايك وسبسكرايب للتشانيل كل انسان حط كومنت اجابي دعمني فيه او حتى عملي نقد لحسن بالتشانيل بتشكركم اليوم الفيديو رح يكون عن خمس اشياء كتير مهمين لازم نعرفون لما ننبلش نلعب بجيتار كرماء يسرعون لنا عملية يتعلمنا للجتار ويساعدوننا للغاية رقم واحد هي معلومة كتير حلوة قريتها بكتاب اسمه play more practice less يتحدث عن الجتار اكيد وعن كيف نتعلم جتار بسرعة وبتقول انه لازم نتمرن كل يوم حتى لو لفترة قصيرة حتى لو لعشر دقائق لربع ساعة لازم نتمرن كل يوم الشيء الكتير مهم بهذا الموضوع انه تمامنا رح يتعود انه الجتار جزء من حياتنا يعني مثل ما انه منفرش سنالنا منغسل وجهنا مناكل رقم اثنان هو تنظيم الـ practice sessions يعني ضروري التمرين تابعنا يكون مبنى على قاعد وهي ده المقطة كتير مهمة سيعمل عنا فيديو لحالة لانه عجب تستعمل فيديو لحالة بس ما لازم تكون التمرينة تابعنا عشوائية لازم نركز على هداف معين بكل التمرينة ونحققهم لنظل نقدم نتقدم رقم الثلاثة هو لازم نحط هدف لانه اسبوعي او شهري او سنوي مثلا اذا بدأنا نتعلم المقامات العربية على سبيل المسان ضروري كتير نحط هدف لانه خريع نقول انا بهايدا الاسبوع لازم اتعلم نتات هيدا المقام احفظهم على الفرات بورد كله بعد ثلاثة ايام لازم احفظ الكوردات تابعه وببداية الاسبوع الجاي لازم اكون اعرفت غنية على هيدا المقام يعني طوال اسبوعين لازم تكون اتعلمت غنية زائد المقام هاك منضلنا عندنا دافع اكتر لمكافة ونضلنا عارفين حالنا شو ما نتمرر بالساشن اللي بعدها واكيد منضلنا يتقدم باك